مشاهدين الكرام أصدى الله مساءكم وأهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية بداية وبعد التصريحات النارية الأخيرة لبعض الأحزاب السياسية ضد رئيس منتدى الأفسي ورجل الأعمال علي حداد استنكر منتدى رؤساء المؤسسات مثل هذه الاتهامات الباطلة معتبرا هذه الإشعاعات والأقويل بالغباء السياسي ياسين باباسي والتفاصيل واحد يستقبل ربح سفراء ويتكلمهم على الاقتصاد الوطني مش يعني مشاريعه هو لم تمر تصريحاته النارية لبعض الأحزاب السياسية في حق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورجل الأعمال علي حداد بردا وسلاما خصوصا الاتهامات الأخيرة لزعيمة حزب العمال لوزا حنون بتقديم التعليمات والأوامر لأعضاء الحكومة خدمة لمصالحه الشخصية اتهمة وأقويل دفعت بنائب رئيس منتدى الأفسيو إبراهيم بن عبد السلام للخروج عن صمته ليقول ما يليم عندما تسمحت صريح كما هذا هذه إهانة للدولة الجزائرية un مينيسة هي مينيسة اللوارة عندما نقول أن ينشف رأي مينيسة ينشف رأي مينيسة اللوارة والدولة اللوارت ينشف رأي مينيسة لاجب الانتقنية هذه دول يعني شجر تexpاني هذا غباء سياسي هذا غباء سياسي لا يمكنك أن تحرق لغير ولم يمكنك أن تحرق على المتعد التحركات والماراطنية لابن أزفون علي حداد نحو الوزراء والسفراء والمسؤولين من أعلى المستويات جلب إليه الكثير من الأنظار وطرحت عدة تساؤلات حول المغزى من تحركاته والدور الذي يلعبه أنا تقريب حضرت لكل اللقاعة ما هو الخطاب اللي نقوله المتدلو قلت لقنا معه قال الجزائر توقفوا على التفكير الجزائرها لأنها سوق هل هذا يتنافع ما الخطاب السياسي؟ علي حداد الشخصية المثيرة للجدل بالجزائر والتي باتت مادة دسمالي وسائل الإعلام وحدة مميزة لبعض السياسيين في مختلف ندواتهم الصحفية في وقت يبقى فيه المعنى الأول بهذه الاتهامات يلتزم سياسة الصمت